اشتركوا في القناة سبعة عشر سنة متواصلة جزائره التي ظلت فيها روحه الفياضة بالمعاني السامية والمثل العليا ترفرف في ارجائها وتلهب شعبها حماسا واقداما في الدفاع عن الحق ورد العدوان والمعتادين موسيقى 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 خزما بالنزلة المحطان واتما بستاجية الطاهران موسيقى خزما بالنزلة المحطان موسيقى انه ليوم عظيم يوم يعود فيه الامير الى هذه الارض التي ولد بها وترارع فيها وناضل فوق ترابها وجاهد من اجل مجدها وكيانها وحاول جاهدا مدة سبعة عشر سنة اثبات كيانها وترد الدخل الاجنبي من ديارها موسيقى موسيقى ان روح الامير عبدالقادر لم تبرح ارض الوطن منذ اليوم الاول من ثورته وظل البطل رمزا للشخصية الجزائرية التي استماتت في الدفاع عن حقها من الحرية والسيادة وعن خصائصها ووجودها الكامل والتي الت على نفسها ان تلتزم بالخط الثوري حتى تكتب النصر وتحقق كل المعاني الاستقلال موسيقى وفي نشوة النصر لم ينس الشعب الجزائري ابطالها الخالدين الذين شقوا طريق الكفاح وقدموا تضحيات عظيمة لم ينس الامير عبدالقادر الذي يحتفل بعودته بعودة رفاته الى ارض الوطن موسيقى لم ينس الشعب الجزائري بطال العظيم وفي سيد قاده بالقرب من معسكره لا زالت ذكراه تعاشر الاماكن التي ترعرع فيها وفي هذا الغار كان يمكث الطفل البكور ساعات طويلة كان يتأمل ويدرس ويتعلم كل ما امكن تعلمه في زاوية القدرية التي كان يديرها والده محي الدين وفي جو التأمل والاستجهان الشاب عبدالقادر يقضي ايامه في العبادة وفي التعلم كان يطمح ان يكون عالما لكن الحواب تحطمت طموحه واحلامه فاهتم باكرا بعدق بلاده من الاحتلال التركي فغادر مسقط رأسه وضرب الحصار على مدينة تلمسان فحررها ورفقائه ونصب ادارة ناشئة من اهلها ولما غارت الجيوش الاستعمارية على الجزائر جمع عبدالقادر 3500 من فرسانه في معسكرة البالك وفي يوم من ايام نوفمبر 1332 ناد الشعب بعبدالقادر امير وقائد نعم قبل عرضها في المتاحث كتبت هذه الاسلحة التاريخ سينظم الشاب الجيش ويداعم السلطة حتى يعترف له العدو بها ويوقع معه اتفاق الطافنة لكن لا من شأن العدو ان يحترم العهود وستتكرر مثل هذه الخيانات عبر تاريخ مقاومتنا يخون العدو الاتفاق ويخوض عبدالقادر ورفقائه المعركة من جديد فتعم الحرب تراب الوطن اننا لا نخون الوهود لكننا لا نرفض القتال هذا ما كان يكتبه الامير ليشارل فالي قبل استئناف الجهاد لكن العدو اعد جيشا يجاوز المئة جندي بعتادهم الثقيل وخاذ الشعب الى جانب بطله المعارك الطاحنة كثرت الجراح وعملت الجيوش الغازية على احراق القرى وتخريب المدن وتحطيم نفسية الشعب واستسلم الامير امام هذه البربرية متأملا بفعله انقاض الاهال الارياء من الدبح والقتل وفي يوم كائب من ايام ديسمبر 1847 في مرسى الغزوات اخذ الامير طريق المنفى لكن عوض الاسكندرية حيث وعد الفرنسيون بانقاله وقفت الباخرة بميناء تولون وهذه مرة اخرى ينقضون الفرنسيون فيها وعودهم وسيبقى الامير اسيرا بفرنسا سنوات عديدة وبعد مروره ببنينة بو سيكون قصر اومبواز اطار وحدته وحزنه ولوعته موسيقى واطلق سراح الامير في سنة 1853 فتوجه نحو بروسة وغدرها بعد سنتين فسكن بدمشق ومن بلاد الشام وطنه ثاني وصل البطل تأييده للمقاومة الشعبية التي لم تنتهي بالجزائر ومات الامير في سنة 1883 وهو متىقنا انه سيأتي اليوم الذي يرجع فيه ابناء الشعب البطل سيادة بلادهم اليس هو الذي كان يكتب ليبيجو قائلا ان هذه الارض ارض عربية وما انتم الا مارين بها ولو دامت اقامتكم ثلاث قرون لا بد ان تذهبوا منها يوم اليوم وقد ظهر الحق بلسان الاخ الاتاسي رئيس الجمهورية السورية يقدر الشعب العربي الامير عبدالقادر اليك ايها الامير السائر تحية جماهير الامة العربية بعسرها اليك تقديرها وعرفانها لما بزلت من تضحيات ولما قمت وما جسدت من الامة العربية ومن مسرها اننا نائز نقدرك اليوم وتقدرك كل الجماهير العربية فانما تقدر المسر التي ناضلت من عجلها وتقدر المسر التي عبيت الا عن تغرسها وترفع لوائها لقد رفعت لواء النضار ضد الاستعمار وبقيت الراية مرفوعة تأخذها يد من يد وينقلها جير الى جيل حتى تحققت اول اهدافك التي ناضلت من عجلها حتى تحققت حرية وطلق حتى تحققت حرية الجزائر حتى غلت الجزائر ارضا حرة عربية وبعد تقدير الشعوب العربية اهو الشعب الجزائري بلسان رئيس مجلس الثورة يقدر البطل الى جزائره الحبيبة اليه الى جزائره التي كافح من اجلها طوال 17 سنة متواصلة جزائره التي ظلت فيها روحه الفياضة معاني السامية والمثل العليا ترفرف في ارجائها وتلهب شعبها حمد اقداما في الدفاع عن الحق ورد العدوان والمعتدين ولم تزل تمد المكافحين والمناظرين فيها بالحزم بالحزم في التضحية والعمل على استرداد الارض المنهوبة والعزة المسلوبة الى ان تحقق هدفه وانتصر مبدأه والسعادة الجزائر سيادتها وسقلها نعم انه ليوم مشهود هذا اليوم الذي يرجع فيه الامير رجوع القائد المضفر ويعود فيه الرايد العظيم منصورا بعد ان خرج مقهورا ولم تقهره الدولة الغاصبة بجنودها بقدر ما غلبته بنكث العهود يستسلم لها حتى سلمه اصدقائه وتنكر له اخوان له ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى موسيقى